وصلت مشاورات قوى سياسية عراقية مختلفة إلى طريق مزدود فيما يتعلق بموضوع الانتخابات البرلمانية العامة بالبلاد في أيار المقبل بين مصر على إجرائها في موعدها وآخر ويرى ضرورة إعادة النازحين إلى مناطقهم قبل الخوض في أي انتخابات القوى السياسية العراقية بمختلف تياراتها وصلت في مشاوراتها إلى طريق مزدود فيما يتعلق بموضوع الانتخابات البرلمانية العامة بالبلاد فيما يؤير المقبل بين مصر على إجراءها في موعدها وآخر يرى ضرورة إعادة النازحين إلى مدنهم ومنازلهم من دون قيد أو شرط باعتباره حقا كفله الدستور النافذ في البلاد وهو الشرط الذي لا يمكن التنازل عنه مقابل الموافقة على خوض الانتخابات البرلمانية فضلا عن وضع شروط أخرى مثل سحب الميليشيات من المدن بعد طرد تنظيم داعش منها خوفا من تأثيرهم على عملية الاقتراع بشكل عام ورغم إعلان الحكومة العراقية سيطرتها على كامل المدن والأراضي العراقية وطرد تنظيم داعش منها إلا أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين نازح لا يستطيعون العودة إلى منازلهم ويقيم أغلبهم في مخيمات تتركز غالبيتها في إقليم كردستان العراق في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة الهجرة في البرلمان العراقي عن عودة نحو مليونين وستمائة ألف نازح إلى مدنهم في الأنبار ونينا وصلاح الدين وديالا وحزام بغداد عوامل عدة تقف دون عودة النازحين إلى منازلهم منها منع فصائل الحشد الشعبي السكانة من العودة إلى سبع مدن عراقية تسيطر عليها مثل جرف الصخر ويثرب والعويسات وبيجي وبلدات جنوب غرب بغداد وشمال بابل فضلا عن الدمار الهائل الذي لحق المنازل والبطأ في عمليات إزالة الألغام مسؤولون وقياديون في كتل تعترض على إجراء الانتخابات قبل عودة النازحين إلى مدنهم يقولون إن مؤيديهم لن يتمكنوا من التصويت في مخيمات اللجوء وسيفقدون ثقلهم الحقيقي في البرلمان المقبل وبين إصرار أطراف التحالف الوطني الحاكم في العراق على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وبين تأكيد كتل تحالف القوى وإتلاف الوطنية والحل وأحزاب أخرى أنه لا انتخابات قبل عودة النازحين لمدنهم يبقى الموقف الرسمي للكرد غير معلن إلا من بعض الأسوات التي طالبت بحسم ملف المناطق المتنازع عليها وعودة الفارين منها بفعل العمليات العسكرية الأخيرة للقوات العراقية والحشد الشعبي ترجمة نانسي قنقر